اشتركوا في القناة بشهادة سيدة الحز زينب الحوراء وقول زينب الحوراء نسخة من البتول زينب الحوراء نسخة من البتول بأدب أهل البيت هي مؤدبة خطبة بمجلس يزيد بكل حياء الكلمة تطلع من حليقها محجبة ومنسبة هيهات في مجلس يزيد لا يزيد بجيش خطبة هنسبة السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة زينب عقيدة الطالبين عليه السلام نسأل الله العودة لزيارتها بموكب أهالي كربلاء الذي استمر من بعد سقوط الأحداث التي جرت في سوريا 2012 وإلى الآن توفيق أهالي كربلاء والسيد عارف نصر الله الله يطيل عافية والحوزة الشيرازية في كربلاء وأيضا هنا الحوزة الزينبية وأيضا أهالي كربلاء اللي ما قصروا بالحضور والمشاركة وما قطعوا الاتصال هذا والعزاء الدائم من ذاك الوقت إلى هذا الوقت تحملوا كل شيء كل شيء تحملوا تحملوا الآلام وتحملوا الطريق الموزين وتحملوا إلى أن وسط زمن كورونا همينة كذلك جاء موافقة وجوه فنسأل الله العودة وبهذه المناسبة أقرأ بيت واحد السيدة زينب وأقول هاي زينب ياخذ زينب راح وتحمل عتاب هاي زينب ياخذ زينب راح لو تحمل عتاب رأتك تشوفها بقبرها تيل فوقها التراب من تكافلها وذخرها رأت الليلة تمرها شلون الليلة شلون الليلة على الغريبة نسأل الله العودة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روسوتي ساليف فوقه يرمح تعبتي ختنى يمتت ارتاح مجتوف يزي ينبي الحبيب بس لا تموت عليه الهزي يمتت ارتاح يمتت ارتاح كربلة اخذت عمورنا احنا ريحنا وكل شراح سبيها نيبي يوم شيفنا حرمها شيمت استباع بيازم انت انظروا بزينا حتى بيشعوب الرماح والشمر يزمخ عليها بالداروب من تسترح وان اخوتيش كلهم يصيحون لو بيجزي ينب قام ويضيحكون ضرب العزيزة موسهل بس لا تموت على الهزل يمتت ارتاح يمتت ارتاح قطب لا فاتح بالحلم زي انا جيت قاعدة تقبالوا بجهت تقل لي كون بصفك يدفنوني باجري بغربة دفين اللهم اصل على محمد واني محمد بسم الله الرحمن الرحيم نحزي صاحب الحصر والزمان ومراجحنا العظام باستشهاد جبلة الصبر السيدة زينب وحاب ان شاء الله اسمعكم مغطوع ان شاء الله للسيدة زينب من بيت النعي اقول داراج 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 يزينم وانتالي الوكيد داراج ظلت خالية ومحشة داراج داراج عقب عباس ياهول ايجا وداراج انت مدلل لو صرت سبي السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم ذلك وما يعظف شعار الله فانها من توقع القلوب صدق الله العلي العظيم من مدينة الرمويثة من مدينة الشيخ ياسين الرمويثي جاءت المجاميع مجاميع اهالي الرمويثة لنعزي السيدة زينب عليها السلام مناسبة وفاتها وهذا الموكب الذي دخل الى مقام السيدة زينب جاء ملبيا لبيك يا زينب لبيك يا جبل الصبر اهالي الرمويثة مستمرين في العطاء وفي التعزية لمحمد وآل محمد اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين جزاكم الله خير الجزاء بسم الله الرحمن الرحيم واني عظم شعار الله فانها من تقوى القلوب ننتقدم بحر التعازي والمواساة الى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان ولا من راجع العظام ولا شعة أمير المؤمنين في بقاع الأرض في مشارقه ومغاربة بذكرها استشهاد سيده ومولاتي جبل الصبر سيدة عقيدة الطالبين سيدة مولاتي زينب الكبرى بهذه المواساة الأليمة ننتقدم بحر المواساة الى كافة خدام الحسين في بقاع الأرض في مشارقه ومغاربها بذكرها هذه الذكرى الأليمة على كافة بشرية وليس فقط على أهالي كربلاو وهالي العراق فقط على كافة البشرية يعني فعلا فاجعة أليمة جدا بذكرها استشهاد سيدة مولاتي زينب الكبرى ولا سعنا في هذه الساعات هذه إلا أن تقدم بحر المواساة الى جميع خدام الحسين الذين حضروا من دينة كربلاو ومن كافة مدن العراق الحمد لله وشكرا بكل الواجبات الحمد لله أسأل اللهم إن شاء الله القبول بحق الحسين لما قدموه من خدمة لزوار سيدة مولاتي العقيدة زينب من الأكل والمكان وتوفير كافة الخدمات الحمد لله والشكر أنا أسأل اللهم العظيم أن لا يحرمنا الخدمة لا يحرمنا زيارتها في الدنيا وشفعاتها في الآخرة بحق محمد وآل محمد وجزاكم الله خير الجزاء لتقطيرتكم هذه الشعيرة ذكرى استشهاد مولاتي زينب عليه السلام وجدا ممنون منكم وخدمتكم الطيب جليلة اللهم أسألكم التوفيق والسلاة بحق محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدة مولاتي يا زينب الكبرى عظم الله أجوركم وأجورنا في مصاب سيدة مولاتي أم المصائب زينب نشكر الله الحمد لله وفقنا لزيارتها وخدمة زوارها يعني الأجواء أجواء روحانية هذه الليلة ليلة الشهادة قمنا في موكب موكب السيدة زينب سلام الله عليها الفتح مولاتي زينب فتح سامر فتح سوريا إن شاء الله في خدمة سيدة مولاتي زينب تقديم وجبات الأكيد وجبة الغداء وجبة الريوق وجبة الغداء وجبة العشاء مستمر من تيام تقريباً لحد بعد إن شاء الله في هذه ثلاثة أيام نهاية البرنامج إن شاء الله مستمرين في خدمة سيدة مولاتي زينب عليه الصلاة والسلام والوجبات متعددة وجبات الريوق وجبات الغداء وجبات العشاء نشكر الله على هذه الخدمة والله لا يحرم من خدمتها مولاتي سيدة زينب ويشكر قناتكم المنقرة إن شاء الله صحب السلام عليكم وعلى عوائلكم الله يبارك بكم وشايلة ومايلة الدنيا ويزينب مايلة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد السلام على زينب الكبرى السلام على خدر المخدرات السلام على من يا من تكفلت وجمعت بنات رسول الله في عصر عاشرة نقدم تعازينا إلى مولانا وإمامنا الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرج الشريف بهذا اليوم وهو مصاب مولاتنا الحوراء زينب عليه السلام ولا الأمة الإسلامية جمعاء ولا جميع مراجعنا العظام ولا جميع الأمة الإسلامية قد جئنا من محافظة كربلاء لتقدم التعزية إلى مولاتنا الحوراء زينب وجئنا من أرض الحسين وأرض أبل فضل عباس وأرض أمير المؤمنين تقديم التعاسي في هذا اليوم وهذا قليل في حق مولاتنا الحوراء زينب عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويشحكي ويوجع النمتوني بسم الله الرحمن الرحيم نعزي صاحب العصر والزمان والمراجع العظام بوفاة السيدة زينب عليه السلام أم الأحزان جبل الصبر أنا جئت من العراق محافظة بابل قضاء الهاشمية لنحيي العزاء هنا ونشارك أخواننا السوريين بهذا المصاب الجلل نسأل من الله العلي القدير أن يشافي كل مريض ونسأل ودعائنا من السيدة زينب وأهل بيتها الشفاء العاجل والتوفيق للأمة العربية وأهل العراق وأهل سوريا بالأمان والسلامة وشفاء جميع المرضى حقيقة جئنا برا إلى إلى السيدة زينب عليه السلام عانينما عانينما فكيف بالسيدة زينب جاءت بالسبايا جاءت بالأطفال جاءت بكل ما يملكون وضحة حقيقة السيدة زينب هي أم المصائب وأم الأحزان نسأل من الله العلي القدير أن يحفظنا وأن يعطينا الشفاء لجميع المرضى فنحن نحن سعيدين وفخورين بهذا المجيء إلى السيدة زينب حقيقة اليوم 14 رجب غدا وفاة السيدة زينب عليه السلام أنها ذكرى عظيمة نسأل من الله العودة في كل عام إلى هذه السيدة زينب السيدة جليلة السيدة العظيمة أم الأحزان جبل الصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المبعوثين بالحق أبي الزهراء أبي القاسم محمد اللهم صلي على محمد وعلي محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخت الحسين زينب الغريب زينب الكبرى عليها السلام جبل الصبر أتينا وكان قدومنا بعزائنا إلى سيدي ومولاي أمير المؤمنين من مدينة أمير المؤمنين من مدينة النجف الأشرف فسلام الله عليك يا مولاتي يا جبل الصبر وأعتقد لي الحق أن أقول في بداية كل مجلس حسيني عندما يبدأ الخطيب ببداية المجلس ويقول ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم ويا باب نجاة الأمة فنحن متمسكون على العهد باقون إلى ظهور قائم آل محمد عجر الله فرج الشريب اللهم له الحمد وله الشكر وإن كان وإن كان من حظي ومن نصيب أن تكون لي الزيارة الأولى إلى سيدتي ومولاتي جبل الصبر فله الحمد وله الشكر وكان كل من يأتي إلينا زائراً قبر سيدتي ومولاتي غريبة الشام ومظلومة الشام يتحدث لنا ويقول عندما تدخلون إلى الصحر الشريف يبدأ بالانهيار من كافة الأمور البكاء العويل الصراخ لكن من أتينا وجدنا أكثر من ذلك بحيث أجد نفسي واقفاً أمام القبر ناسياً كل الدنيا كل الدنيا والدليل على ذلك رغم تلك المصاعب وبعد الطريق فأنا أقول ساعد الله قلبك سيدتي يا مولاتي أتينا بسيارات حديثة تدفئة تبريد أكل ماي شرب وتعبنة لكن شقول يعني أريد أحشي أعوف الفصحة أحشي بلغتنا الدارجة وأعتقد توصل توصل إلى سادتي وأمتي أجمعين 83 طفل ما بين أرامل ما بين يتامة سكلة حيارة فاقدات حماتهن من أرض بعيدة كل البعد عن الشيان عن الخلق عن المبادئ عن الإنسانية فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيئت وتنقبت لقتالكم سادتي وأمتي آل بيت النبوة فالسلام عليها يوم ولدت ويوم استشهدت أو توفت أو ماتت لكن لا نقول ماتت ويوم تبعث حيا اللهم بحق هذا اليوم وبحق هذا المصاب أن تتقبل منا هذا القليل من جميع خدمة الحسين ومن أتى من كافة البلدان ومن كافة المحافظات في العراق وغير العراق من كربلاء المقدسة فالسلام على سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين والسلام على سيدي أبي الفضل عباس قمر بن هاشم كفي لكم ولكم الشكر على هذه الشعيرة وتقديم المواساة إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان والشكر لله والشكر إلى أمير المؤمنين وعظم الله لكم الأجر بهذا المصاب الجلل واللهم بحق هذا اليوم المؤلم على قلوبنا أن يعود علينا في السنة القادمة وفي السنة القادمة لكن بالمناسبة اتذكرت شغلة زرنا الفاطميات زرنا الفاطميات فما وجدنا أي قبور قبور مباثرة قبور حميدة بتمسلم سلام الله عليها فاطمة السغرة يعني مجرد قبور قبور عادية عادية فلو كانت في العراق لفعنا ما فعنا أنا أقولها لك كانت في كربلاء لو كانت في النجف ولو كانت في الديوانية ولو كانت في البصرة ولو كانت في أي محافظة أو في قضاء أو ناحية لا أعتقد فعنا ما فعنا فالسلام على كل شيعة أمير المؤمنين في شرق الأرض ومغاربها ولكم الشكر ولكم الشكر ولكم الشكر وأرجي المعذرة على الإطالة فأظم الله جورنا وإجوركم وأتمنى من الله العودة وأتمنى من الله ومن سيدتي التوفيق في العودة لزيارتها وأرجي المعذرة عن كل الخصوة الله يتكي العالم